لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أترد بعقل أحبا نقمل بعقل وديرد بعقل وديرد بعقل وديرد بعقل يبقى الدين يبقى ونعوبة بين عقل المساء ورحب بيكم أعزائي مشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل وعنوان حلقتنا النهاردة ابن حجر يدعو إلى الإلحاد إحنا شفنا مع بعض في الحلقة اللي فاتت أن ابن تايمية تكلم عن المعتذية وقال أن التوحيد عن دهم هو سلب الصفات عن الله وسلب الصفات زي ما شرحنا يعني إيه يعني بيقول يقولوا أن الله بصير بلا بصر سميع بلا سامة وهكذا لأنهم لو أثبتوا لله الصفات هيكون كده في تعهدد للإلهة وده بيعتبر تعطيل والتعطيل هو في الحقيقة نفي الصفات وابن حجر قال أن أهل السنة اللي طبعا بين قصين هم الأشعارة نفي التشبيه والتعطيل يعني الله ما عنده شدة حقيقية إلى آخر الصفات دي وقالوا بالتأويل والتفويد والشيخ البراك قال أن نفي التشبيه والتعطيل بيوافق الجامعة والمعتذلة لأن هم كده بالتفويد والتأويل برضو نتيجته هيكون برضو نفي الصفات عن الله وابن حجر وقع في نفس بدعة التوحيد عند الجامية والمعتذلة وحلقة النهاردة هنشوف ابن حجر بيدعو الإيه خلينا الأول نسمع ونشوف الشيخ الأصهر وهو طبعا أشعاري وعقدته وعقدة الأصهر أشعرية هنشوف بيعترف أن الأشعارة من المتأولين خلينا نشوف مع بعض المذهب السنة والجماعة وهم الذين يؤولون لا يفوضون المفوضون قلة قليلة جدا ومن عينة الإمام أحمد بن حنبل قلة قليلة أما الأكسرة الكاثرة الأغلبية العظمى من علماء الأمة الإسلامية ومن فقهائها ومن أئمتها مؤولون وطبعا شيخ الأصهر أشعاري وزي ابن حجر أهل السنة والجماعة بالنسبة لي هم مين؟ هم الأشعارة وبيعترف أنهم بيأولون وقال أن من عينة الإمام أحمد بن حنبل قلة قليلة جدا بيفوضوا طبعا إحنا تكلمنا قبل كده أن المفهوم التفويد عند السلف هو إيه؟ هو تفويد الكيف مش المعنى زي ما بيقول الشيخ الأصهر والإمام أحمد بن حنبل أنه بيفوض الكيفية مش بيفوض المعنى لأن اللي بيفوض المعنى بينفي طبعا كما يدعي شيخ الأصهر لكن الاعتراف الأهم أنه بيقول أن هم يؤولون بيأولوا والتأويل هو إيه؟ هو لا في الصفات زي ما ذكرنا في السابق والتفويد برضو هو لا في الصفات نستكمل مفهوم التوحيد عند ابن حجر ونروح لكتاب صحيح البخاري كتاب التوحيد باب ما يذكر في الزت والنعود وأسامي الله ونشوف فاتح الباري قال لنا إيه؟ يقول لنا كده قال ابن بطال أسماء الله تعالى على سلاسة أضرب أحدها يرجع إلى ذاته وهو الله والثاني يرجع إلى صفة قائمة بيه كالحي والثالث يرجع إلى فعله كالخالق بنلاحظ أن ابن حجر استشهد بكلام ابن بطال وطبعا ابن حجر لما يستشهد على الكلام ده بنلاحظ أن ابن بطال راح عمل إيه؟ يستشهد على كلام يعني موافق بيه ابن بطال قام بتقسيم بيقول أقسام التوحيد أقسام التوحيد إيه؟ زيت الله زيت أفعل الله زيت صفات الله ده بيدينا إيه بيساوي ده؟ بيدينا نفس معدلة التوحيد اللي إحنا قلناها قبل كده في الحلقات اللي فاتت وهتبان قدامكم على الشاشة الإيمان بالله بين قسين الإرجاء زائد أفعال الله بين قسين الجبرية والقدرية زائد صفات الله بين قسين الجهمية بيدينا إيه بيساوي إيه التوحيد وقدامه علامة استفحام إيه التوحيد ده دي كلها هنتكلم عنها بالتفصيل في الأحلقات الجاية وطبعا ناتجة المعادلة دي إنهم إيه وحدوا اللاشئ أصلا لأنهم سلبوا صفات عن الله نعيد مفهوم الجهمية والمعتزلة عن التوحيد عن ضبن حجر عشان نشوف إنهم سلبوا صفات عن الله بيقولوا إيه أما الجهمية فلم يختلف أحد ممن صنف في المقالات إنهم ينفون الصفات حتى نصبوا إلى التعطير وثبت عن أبي حنيفة إنه قال بالغ جهم فينا في التشبيه حتى قال إن الله ليس بشيء وقد سمى المعتزلة أنفسهم أهل العدل والتوحيد وعانوا بالتوحيد ما اعتقدوه من نفي الصفات الإلهية لإعتقدتهم إن إثبتها يستلزم التشبيه وما نشبه الله بخلقه أشرق وهم في النفي موافقون للجهمية ابن حجر بكده حكم على نفسه إنه مبتدى في تفسير التوحيد ابن حجر وقع في نفس البدعة وبينفي الصفات وبيعطلها وعلق ابن حجر على كلام ابن بطل في آخر الكتاب ورح قال فسعيه البخاري كتاب التوحيد باب ما يذكر في الزات والنعوط وأسام الله فتح الباري نشوف بيقول إيه بيقول ولم لم يكن في ترجيح التفويد على التقويل إلا إن صاحب التقويل ليس جازما بتقويله بخلاف صاحب التفويد يعني إيه يعني ابن حجر بيرجح التفويد على التقويل ليه لأن اللي بيقول بالتقويل كلامه مش جازم التقويل بيكون بما يحتمله النص عشان كده مش جازم كل واحد يأول على اللي فهمه أو ما فهمه يعني لكن اللي بيفوض بالنسبة لابن حجر كلامه جازم اللي بيفوض وبينفي الصفة ويفوض معناها زي مثلا زي الاستواء العرشيين في الاستواء ويفوض المعنى كده عند ابن حجر بيكون جازم وخلينا نشوف المفاجأة وهي في الحقيقة كرسى في تعليق ابن تيمية في كتاب در تعارض العقل والنقل بيقول إيه فالمتأول إن لم يكن مقصوده معرفة مراد المتكلم كان تأويله للنفص بما يحتمله من حيث الجملة في كلام ما نتكلم بمثله من العرب هو من باب التحريف والإلحاد لا من باب التفسير وبيان المراد يعني إيه؟ يعني بيقول ابن تيمية إن التأويل بما يحتمله انتصع لشان كده مش جازم كل واحد يأول على ما اللي فهمه وإن اللي بيأول نصوص الكرآن أو صفات الله على الوجه الأخص هو بيشوف لفظ بتأويل معنى الكلام من كلام العرب لأنه مش عايز المعنى على حقيقته ده كده مش بيفصر ده كده بيحرف وبيعتبر ملحد كمان طيب اللي بيفوض حكمه إيه؟ خلينا نروح نشوف شرح كتاب شرح التحوية في كتاب شرح التحوية بيقول وأما مقالة التفويد فهي من شر مقالات أهل البيضاء والإلحاد كما قال شيخ الإسلام رحمه الله ولأن ابن حجر بيرجح التفويد على التأويل نشوف إن ابن تايمية قال إن التفويد شر مقالات أهل البيضاء والإلحاد يعني التوحيد اللي بيؤمن بابن حجر هو في الحقيقة إلحاد والتأويل برضو التأويل إلحاد والتفويد أسوأ نوع من أنواع الإلحاد طبعا إحنا بنتكلم عن التوحيد يعني عن العقيدة نفسها في المفاجأة إن ابن حجر لما رجح التفويد على التأويل هو في الحقيقة رجح نوع من الإلحاد على نوع آخر من الإلحاد أو نوع تاني من الإلحاد وخلينا نشوف كتاب التوحيد باب ما يذكر في الزات والنعوط وأسام الله ابن حجر تكلم عن ذات الله والإيمان بيها وده طبعا جزء من التوحيد رح رجح التفويد زي استوى على العرش رح رجح التفويد نفي الاستواء وفوض المعنى لكن في سؤال ليه ابن حجر لما تكلم عن التوحيد ما قالش تفويد لكن لما قال نفي التعطيل لكن قال نفي التعطيل زي مثلا إيه الله بصير بلا بصر رح قال بالتعطيل وتعطيل الصفة نفيها ولما تكلم عن التوحيد قال في سعيل بخاري كتاب التوحيد فاتح الباري بيقولنا إيه أما أهل السنة ففسروا التوحيد بنفي التشبيه والتعطيل يعني بنلاحظ أن التوحيد بنفي التشبيه والتعطيل هل ابن حجر بيتلاعب بالألفاظ وخصوصا إذا عرفنا أن التفويد والتعطيل أحدهم نتيجة الآخر التفويد نتيجة التعطيل وأيضا التعطيل نتيجة التفويد ونتيجة الالتنين نفي صفات الله نشوف حكم التفويد والتعطيل إيه في كتاب شرح الاقتصاد في الاعتقاد يقول لنا قال بعض أهل العلم أن التفويد شر من التعطيل والمفوضة شر من المعطلة وده مالوش غير معنى واحد أن ابن حجر مقدرش ينفي التوحيد بشكل مباشر عن طريق التفويد فذكر نفي التعطيل وطبعا لأنه يقول أن التشبيه طريق للتعطيل خليني ألخص حلقة النهاردة إحنا شفنا النهاردة المعادلة الخطيرة اللي قدمها لنا ابن مطال واللي وفقه بالطبع ابن حجر زات الله زائد أفعال الله زائد صفات الله بتساوي ودي هي نفس معدلة التوحيد اللي قلنا في الأول الإيمان بالله بين قسين الإرجاء زائد أفعال الله بين قسين الجابرياء والقدرية زائد صفات الله بين قسين الجهمية بتدينا او اللي هي بتدينا توحيد وقدامه علامة استفهام وطبعا ايه التوحيد ده طبعا ناتيجة المعاللة دي ان هما وحدوا اللاشق اصلا لان هما سلبوا صفات عن الله وشفنا في حلقة النهاردة ان ابن حجر بيرجح التفويد على التأويل وابن تايمية قال ان التأويل ده تحريفه نوع من انواع الالحاد وشفنا ان التفويد كمان شر مقالات اهل البدع يعني التأويل الحاد والتفويد الحاد وابن حجر لما تكلم عن الايمان والايمان بذات الله قال بالتفويد وده جزء من التوحيد ولما تكلم عن التوحيد راح قال بالتعطيل وبالترتيب كده التفويد شر من التعطيل والمفوضة شر من المعطلة وابن حجر مقدرش ينفي التوحيد بشكل مباشر عن طريق التفويد فذكر التعطيل بالنفي وطبعا لأنه بيقول أن التشبيه طريق للتعطيل وبكده ابن حجر يدعو لإيه للإلحاد وعشان أشرح الفكرة دي وتكون واضحة تابعوني الحلقة الجاية من حلقات النقل أم العقل يبقى الدين يبقى ولعوبة بينها وكل المشاة